موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتابع في تعريف مكتبة المشروع حيث سنقوم بتعريف النوافذ الخارجية وكذلك الأبواب الخارجية الغاية من تعريف النوافذ الخارجية هي تحديد عامل انتقال الحرارة الإجمالي وكذلك تحديد عامل التضليل الإجمالي لهذه النوافذ أما الغاية من تعريف الأبواب الخارجية فهي تحديد عامل انتقال الحرارة الإجمالي لهذا الباب لتعريف نافذة ضمن مكتبة المشروع من خلال القائمة الشجرية ننقر على ويندوز ثم ننقر على نيو ديفولت ويندو فتظهر اللوحة الخاصة بتعريف النافذة ضمن الحقل نيم يتم تحديد اسم هذه النافذة والأفضل اتباع نفس الترميز المستخدم في اللوحة المعمارية مثل استخدام الرمز W01 على سبيل المثال ضمن الحقل height يتم تحديد ارتفاع هذه النافذة وضمن الحقل width يتم تحديد عرض النافذة هناك طريقتان لتعريف النافذة في برنامج هاب الطريقة الاولى هي بعدم استخدام البيانات التفصيلية اي بعدم اختيار هذا المربع detailed input عندها يتم تسجيل قيمة عامل انتقال الحرارة الاجمالي overall u value والذي يتأثر بنوع اطار النافذة وكذلك بطبيعة الزجاج الموجود ضمن النافذة من حيث عدد الطبقات ولون هذا الزجاج وضمن الحقل overall shade coefficient يتم تحديد قيمة عامل التضليل الاجمالي ويلاحظ ان هذا العامل يتأثر بنوع الاطار ويتأثر بشكل ملحوظ بنوع وطبيعة الستائر الداخلية الموجودة في هذه النافذة وكذلك يتأثر بطبيعة الزجاج من حيث عدد الطبقات ولون هذا الزجاج بعد الانتهاء من تحديد هاتين القيمتين يتم النقر على الامر ok فيتم اضافة هذه النافذة كما يمكن بنفس الطريقة تعريف نافذة اخرى بالنقر على new default window ويمكن في هذه الحالة تعريف نافذة بطريقة detailed input حيث يتم ادخال بيانات تفصيلية وذلك بعد تحديد الارتفاع وكذلك العرض لكن في هذه الحالة لاحظ انه سيتم تحديد frame type نوع الاطار فاما انه لا يوجد على الاطلاق اطار لهذه النافذة نختار none او اطار من الالومنيوم with thermal bricks او اطار من الالومنيوم without thermal bricks او من الخشب او من مادة الفينيل التي تعتبر نوع من انواع البلاستيك بعد تحديد نوع frame ننتقل الى تحديد الانترنال shade type اي نوع التضليل الداخلي ولدينا خيارات عديدة اولا يمكن عدم اختيار اي تضليل داخلي اي ستائر وذلك باختيار none كما يمكن اختيار drapes اي ستائر عادية ولدينا عدة انواع اولا حسب نسيج هذه الستائر اما من نوع open weave اي ان خيوط النسيج متباعدة لدرجة ان اشعة الشمس تتخلل من هذه الستائر بشكل كبير او closed weave اي ان خيوط هذا النسيج متشابكة بشكل كبير لدرجة انها تحجب اشعة الشمس بشكل كبير جدا او semi open weave وهذه الحالة تعتبر بين حالتي open weave وال closed weave ونلاحظ ايضا ان هناك ثلاث احتمالات لكل حالة من الحالات المذكورة لهذه الستائر حسب اللون اما light فاتح او medium متوسط او dark غامق كما انه لدينا نوع اخر هو roller shades light اي خفيفة translucent اي انها شفافة او roller shades obac اي انها غير شفافة قد تكون white بالوان فاتحة او dark بالوان غامقة ولدينا ايضا نوع ستائر هو venetian blinds ولدينا نوعين اما venetian blinds light الوان فاتحة او venetian blinds medium الوان متوسطة واخيرا لدينا ما يسمى بستائر من نوع vertical blinds بعد تحديد نوع الستائر ننتقل الى توصيف الزجاج ضمن اللوحة glass details لاحظ انها تتكون من ثلاثة اسطر كل سطر يمثل طبقة زجاج في هذه الحالة تم تعريف طبقتين فاذا كان الزجاج الموجود لديك مكون من طبقة واحدة فيتم الغاء الطبقة الثانية باختيار not used اما اذا كان مكون من طبقتين فاذا في هذه الحالة يتم تعريف outer glazing بالاضافة للglazing number two ولكل طبقة ومن خلال القائمة المنسدلة glass type يتم تحديد طبيعة هذا الزجاج ولدينا خيارات عديدة تتغير حسب سماكة الزجاج ولون او طبيعة هذا الزجاج فلدينا مثلا زجاج clear اذا كان الزجاج بدون الوان وهو الزجاج الصافي لدينا ايضا زجاج من نوع grey tint لدينا ايضا زجاج من نوع bronze tint وكذلك زجاج من نوع blue green tint وهذه كلها عبارة عن الوان لمادة الزجاج نفسها لدينا ايضا زجاج عاكس reflective ايضا له عدة الوان واخيرا لدينا زجاج من النوع low e اي ذو الاصدارية المنخفضة وهذا الزجاج يستخدم حاليا في المباني التي نرغب بتخفيض الحمل الحراري لها لان هذا الزجاج يقلل من قيمة عامل انتقال الحرارة ومن اختراق اشعة الشمس الداخلة الى الحيز المدروس بعد تحديد طبيعة الزجاج للطبقة الخارجية وللطبقة الداخلية نختار مادة الملء للفراغ الهوائي بين هاتين الطبقتين ولدينا عدة حالات تتغير حسب سماكة الطبقة ونوع هذا الفراغ الهوائي فاما عبارة عن airspace اي هواء او غاز الارغون او غاز كريبتون ويمكن في بعض الحالات اذا توفر لديك طبقة ثالثة ضمن هذا الزجاج ان تقوم بتعريف الغليزنج نمبر ثري بنفس الطريقة لاحظ انه لكل طبقة يبين البرنامج قيمة الناقلية والانعكاسية والامتصاصية لهذه الطبقة نلاحظ انه بمجرد الانتهاء من ادخال البيانات التفصيلية لهذه النافذة سيقوم البرنامج بحساب قيمة الـ Overall U-Value وكذلك قيمة الـ Overall Shade Coefficient اذا نلجأ لطريقة Detailed Input في حال عدم توفر قيمة عامل انتقال الحرارة والShade Coefficient من مصدر موثوق كما ذكرنا مثل المهندس المختص او من خلال المورد نفسه بعد الانتهاء من تعريف هذه النافذة ننقر على الامر نلاحظ انه تم اضافة هذه النافذة وبنفس الطريقة السابقة التي تحدثنا عنها عن عناصر مكتبة المشروع يمكن استنساخ النافذة والتعديل عليها او حذف نافذة او طباعة بيانات الادخال او استعراض بيانات الادخال فباختيار جميع النوافذ ومن ثم استعراض بيانات الادخال نلاحظ ان التقرير باسم Window Constructions ويحوي نافذتين النافذة الاولى W01 وهذه تفاصيلها اما النافذة الثانية فهي W02 وباعتبار انه تم اختيار Detailed Input لذلك تحوي تفاصيل اكثر يمكن من خلال المرجع ASHRAE Fundamentals الحصول على بعض البيانات الخاصة بالنوافذ ففي الجدول التالي نلاحظ ان المرجع يذكر قيم عامل انتقال الحرارة لاشكال عديدة من النوافذ وذلك حسب طبيعة الزجاج Single Glazing Double Glazing وهكذا وحسب مواصفات الزجاج وحسب ايضا طبيعة الاطار Frame فيعطينا البرنامج القيم المتوقعة لعامل انتقال الحرارة لتعريف الباب الخارجي من خلال القائمة الشجرية ننقر على Doors ثم ننقر على New Default Door فتظهر النافذ الخاصة بتعريف باب خارجي ضمن الحقل Name نقوم بتسجيل اسم هذا الباب وكذلك يفضل الالتزام بنفس الترميز المذكور في اللوحة المعمارية مثل D01 ضمن الحقل Gross Area يتم تحديد المساحة الإجمالية لهذا الباب بما فيه مساحة الزجاج إن وجد أي أن هذه المساحة تمثل عرض الباب في ارتفاع الباب الإجمالي ضمن الحقل Door U-Value يتم تحديد قيمة عامل انتقال الحرارة لهذا الباب في حال وجود زجاج ضمن الباب كما هو الحال بالنسبة لباب الشرفة مثلا فيتم تحديد مساحة هذا الزجاج ضمن الحقل Glass Area ويتم تحديد قيمة عامل انتقال الحرارة للزجاج فقط ضمن الحقل Glass U-Value وقيمة عامل التضليل للزجاج ضمن الحقل Glass Shade Coefficient وكما هو الحال بالنسبة للنوافذ فإن هاتين القيمتين U-Value والShade Coefficient تتأثران بطبيعة الزجاج وبالتضليل الداخلي إن وجد ولدينا هنا الخيار Glass Shaded All Day يتم اختيار هذا المربع في حال توقعنا أن زجاج هذا الباب سيتم تضليله من الداخل أي عن طريق ستائر معظم اليوم أما في حال غياب المعلومة فيمكن ترك هذا المربع بدون اختيار بنفس الطريقة أيضا يتم تعريف أبواب أخرى وكذلك يتم استنساخ هذا الباب والتعديل عليه أو حثف الباب أو طباعة أو استعراض تقرير بيانات الإدخال فنلاحظ في هذه الحالة يسمى التقرير Door Constructions وفي حالتنا يتألف من باب واحد D01 وهذه هي تفاصيل هذا الباب وكما هو الحال بالنسبة للنوافذ فعلينا أن نحصل على قيمة اليو فاكتور للباب من خلال المهندس المختص أو من خلال المورد ففي حال عدم توفر هذه المعلومة يمكن الاعتماد على جداول مرجع Ashery Fundamentals ونلاحظ في هذا الجدول أنه يذكر قيمة عامل انتقال الحرارة للأبواب من نوع Swinging Doors وذلك حسب نوع الباب وحسب هل يوجد زجاج أم لا وعدد طبقات الزجاج فيعطينا هذا الجدول قيمة عامل انتقال الحرارة المتوقع وكذلك هذا الجدول يعطينا قيمة عامل انتقال الحرارة للأبواب من نوع Revolving وذلك أيضا حسب نوع هذا الباب وأبعاد الباب أيضا هذا الجدول يبين قيمة عامل انتقال الحرارة للأبواب الفولاذية وتتغير حسب السماكة وحسب النوع وحسب أبعاد هذا الباب أما هذا الجدول فيبين قيمة عامل انتقال الحرارة للأبواب الخاصة بالجراج وتتغير حسب السماكة وحسب النوع وحسب أبعاد هذا الباب وهكذا نكون قد انتهينا من تعريف النوافذ الخارجية والأبواب الخارجية ترجمة نانسي قنقر